تكثف الولايات المتحدة الأمريكية ضغطها على حكومة الكاظمي الحالية بتقليص واشنطن مدة الإعفاء من منع استيراد الكهرباء والغاز في سياق العقوبات المرتبطة بالتعامل مع إيران 45 يوما فقط هي مدة الإعفاء الجديدة التي منحتها إدارة ترامب لحكومة الكاظمي بحسب ما أعلن عنه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تاركا لإدارة ترامب القرار النهائي بشأن تمديد الإعفاء أو قطعه تماما قبل تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد في كانون الثاني القادم صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أكدت أن حملة الضغط القصوى التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على طهران جعلت العراق يعتمد على الإعفاءات الأمريكية المتجددة لشراء ثلث احتياجاته من الغاز والكهرباء من إيران وكما هو معلوم فإن العراق يعاني منذ سنوات من نقص حاد في إمدادات الطاقة الكهربائية على الرغم من إنفاق الحكومات المتعاقبة أكثر من خمسين مليار دولار على هذا القطاع منذ عام 2003 وظل البلد يعتمد بشكل كبير على الغاز والنفط الإيراني الذي يصله بأسعار أعلى من سعر السوق العالمية وفقا لتقارير اقتصادية ومع تلك الهيمنة فإن طهران ترفض بشدة أي استثمار غير إيراني في قطاع طاقة في العراق حيث مارست مؤخرا ضغطا على المسؤولين الحكوميين الذين كانوا يرومون توقيع صفقة مع السعودية لاستيراد الغاز بأسعار أقل من الأسعار العالمية ما أدى إلى منع إتمام الصفقة ومنذ استداد العقوبات التي فرضتها واشنطن على إيران تسعى الأخيرة بشتى السبل للخروج من ورطتها الاقتصادية على حساب العراق حيث تستغل الحكومة الإيرانية الأحزاب الموالية لها لتثبيت وتمرير الصفقات الاقتصادية لا سيما النفطية والاستثمارية كما أن موانئ العراق ومنافذه الحدودية ما زالت خاضعة لنفوذ إيران رغم إعلان الحكومة سيطرتها على المنافذ وفقا لمسؤولين حكوميين وبرلمانيين ويعد السوق العراقي وفقا لمختصين ساحة مفتوحة لمصالح إيران عبر شركات غير موجودة في السجلات الحكومية تعمل تحت غطاء الميليشيات بتمرير الصفقات والمناقصات النفطية لصالح شركات إيرانية وكل ذلك يتم بإشراف الأحزاب الفاسدة ترجمة نانسي قنقر